مرحباً أعزائي التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في الدروس الإلكترونية لمدارس السنديباد الأهلية درسنا اليوم لمادة القراءة للصف الثالث الابتدائي محاضرة رقم 9 موضوعنا لهذا اليوم هو تكملة للدرسين السابقين حيث أخذنا في الدرسين السابقين نظارات الدب أبي فهد وقد قمنا بتجزئته إلى جزئين قرأنا الجزء الأول وأخذنا تمرينات الدفتر الخاصة به وكذلك قرأنا الموضوع بشكل كامل وأخذنا الجزء الثاني المطلوب أما في هذا الدرس سنقوم بحل تدريبات الكتاب الخاصة بهذا الموضوع تدريب رقم 1 صفحة 98 اختر الجواب الصحيح من ضيع نظاراته؟ الدبة؟ الدببة؟ أم الدب؟ الإجابة الثالثة الدبو ثانيا من وجد النظاراته؟ الدبة؟ الكلب؟ الصبيو الإجابة رقم أيضا ثلاثة الصبيو ماذا يدعى الدبو؟ أبا سعد أبا حمد أم أبا فهد أبا فهد من عنده رجلان صغيرتان؟ الكلب؟ الدجاجة؟ أم سعيدان؟ الدجاجة؟ هي التي عندها رجلان صغيرتان تدريب رقم 2 اقرأ ثم أكمل طبعا هذه الجمل كلها تتكلم عن المذكر وهذه الجمل عن المؤنث وهنا عند قراءة الجملة رح أقولكم شون الإضافة عندنا بين الجملتين ديك أحمر دجاجة حمراء بإضافة ألف وهمزة للتأنيث ديك أحمر دجاجة حمراء كلب أبيض كلبة بيضاء خروف أسود نعجة سوداء قط أصفر قطة صفراء ولد أسمر بنت سمراء أما الآن أحبة التلاميذ عندنا الخط صفحة 98 جوه تدريبات الكتاب الخط اكتب فيه دفترك بخط واضح خمس مرات لا نضيع الوقت بالتفتيشي إذا رتبنا أشياءنا لا نضيع الوقت بالتفتيشي إذا رتبنا أشياءنا أحبة التلاميذ طبعا مراجعة تدريبات الكتاب وكتابة الأجوبة في دفتر المسودة وكذلك كتابة الخط خمس مرات في دفتر المسودة الآن أحبة التلاميذ سنأخذ محفوظة دبدوب والحاسوب دبدوب والحاسوب فكر في أمر الحاسوب راح إلى مكتبة الغابة كي يعرف منها المطلوب فتصفح في كل كتاب من مرسوم أو مكتوب فتوصل للحل سريعا دبدوب الحلو الموهوب لما أدرك أن العالم يبحث عن شيء مرغوب عاد يحاول أن يتعلم كيف استعمال الحاسوب راح أعيد قراءتها مرة ثانية دبدوب والحاسوب فكر دبدوب المحبوب فكر في أمر الحاسوب راح إلى مكتبة الغابة كي يعرف منها المطلوب فتصفح في كل كتاب من مرسوم أو مكتوب فتوصل للحل سريعا دبدوب الحلو الموهوب لما أدرك أن العالم يبحث عن شيء مرغوب عاد يحاول أن يتعلم كيف استعمال الحاسوب هذه المحفوظة أحبت التلاميذ كتابتها مرة واحدة في دفتر المسودة وحفظها أيضا جيدا